لك أنا أوباما وبيدن بايدن متابع سياسة أوباما يعني هؤلاء الناس تفكيرهم تجاه المملكة العربية السعودية هو أن البلد السعودية تشكل ما هي حليف استراتيجي لأمريكا يتجاهلون مثلا شيء بسيط وبديهي أن السعودية عندما تشتري أو تقطني تشتري سلاح من أمريكا تدفع بالعملة الصعبة لهذا السلاح ليس مثل مصر مثلا أو دول أخرى الأردن مثلا عندما يشترون السلاح من أمريكا أحيانا هذا السلاح يأتي بعون من أمريكا نفسها فهناك أشياء كانت مطلوبة من السعودية إن كان في الدفاع عن نفسها أو إن كان في موضوع المرأة أو إن كان في موضوع اليمن الآن السعودية تريد الصلح وإنهاء الحرب في اليمن أو تحاول من سنتين أو ثلاث سنوات أن تتفاوض مع الحوثيين لإنهاء الحرب يعني كل المطالب هذه السعودية لبت يعني أو تحاول أن تلبي هذه المطالب بغض النظر الأمريكان وخاصا جماعة بايدن لا يريدون أن يعترفوا بهذا الشيء أو يريدون أن يؤزموا العراقة يعني أعتقد فيه سببين السبب الأول مثل ما قلت من قبل أن السعودية ليست عامل في السياسة الداخلية الأمريكية بل يعني ليست عامل في يعني ما عندها قوة داخلية في السياسة الأمريكية تحجم أو تقلص أو تخلي هذول النخب الأمريكيين في الحزب الديمقراطي أن يفكروا بعمق عن المصالح بل بالعكس الهجمة على السعودية يعني السعودية تشكل الآخر the other نقول بالإنجليزي الآخر يعني بإمكانك أن تلومها عن كل المشاكل والمصائب وتحصل على دعم داخلي أمريكي في الانتخابات يعني تم شيطنة تقصد تم شيطنة السعودية ليش؟ أي ثاني شيء فيه عنصرية يعني ما هو خفي على وأنا الآن أخاطب الشعب السعودي ما هو ما لازم يخفي يعني الشعب السعودي لازم يفهم أنه شخص مثل بايدن مثلا قال لبعض الناس في البيت الأبيض الناس اللي يشتغلون معاه يعني أنه ما يحب السعودية ما هو بس غير كراهية تجاه القادس في السعودية بل لا يحب الشعب ولا يحب البلد لأسباب ما عرفها يمكن عنصرية يمكن في الماضي حصل شيء بس هو الرجال ما يحب السعودية موسيقى